اهلا بحضراتكم في الفقرة الاخيرة الفقرة الاخيرة دي اتنا عارف فيه ناس كده وكلمتني وحب الفقرة دي وان شاء الله هنقدر نطور فيها كمان وكمان كابتن حمده زي ما قلت لك في قبل الفاصل احنا ادينا لك حق الرد في كل الكلام اللي انت اقولته انما في حق الجمهور جمهور لي حق عليك الجمهور هيجاوب هيسأل وانت تجاوب جاهز معنا؟ جاهز جاهز فاضلا برجاوب عايز اسألك انت ليه ماكملتش مع الكابتن حسن شحاته؟ هي مرحلة وانتهت طبعا وخلاص يعني لا لا خلاص هي مرحلة كانت اخر حاجة 2010 دي كان اخر شغلنا مع بعض كجهاز اه وكله بقى عايز انترك ابن شوق هيطلع بقى يعني هي المدير فاني انا المدير فاني لو جات الفرصة تانية تكمل مع كابتن حسن شحاته؟ اه ولا بقى فيه كلام بقى تاني لا بقى فيه كلام بس فيه كلام طي انا عقل مع بعض طبعا اذا حبيبي يعني طبعا طبعا اللي بعده كابتن الخمدين انتكمل من اعظم الباكات في النادي الاهلي واجريت تجارب كثيرة في التدريب ولكن لم تحقق نتائج المطلوبة ايه السبب؟ اه نتائج مطلوبة برا الاهلي يعني؟ برا الاهلي اه لا حققت بص كل نادي عن صدوة عندية صغيرة نعم كل نادي دي هدف مم لما بتحقق الهدف ده اكنا خط البطولة نعم اهداف اللي انت حقق حسب طلب النادي اللي بتعاقد معاه مصدر يعني اسموها كانت مشاركة عمده الله قدناها وادي ديجلة يقعد في الدوري بشكل كويس طلعنا قامس مش معادنا مرتاحين قوي قبل يابسة الأسابيع نعم جونا كان عايز يقعد في الدوري عادنا في الدوري اهداف لكن ممكن مش هتفوز لبكاس ولا بدوري بالضبط كده بالضبط امكانيات احتاج امكانيات امكانيات محتاجة وشغل محتاج شغل تبني لسنين عشان تقدر تحقق بطولة بطولة هتخش اصلا ماجهش اخد بطولة يبقى مين هينفسني اهل وزمالك الوقت بيرامس امكانياتي ايه بقى من الثلاث اندية دول بالضبط كده وفيه طموح اندية طبعا اللي بتخش البر يعني انت راضي عن مشوارك للتدريب لحد هذه اللحظة طبعا طيب اللي بعده انا كنت عايزة بس اسأل كابتن حمادة مين احسن مدافع الوقتي في مصر سؤال حلو مين احسن مدافع الموجود في مصر دلوقتي اه في مكاني انا بيعجبني اه اه الونش بالزمالك الونش بيعجب مقاتل شفتوا الروح الرياضية قد ايه مفيش بقى هنا لا اهلي ولا زمالك ولا غيره الكويس بيهتال عليه كويس ايا كان يلعب في الزمالك في الاسماعيلي في الاتحاد في المصري في ايا نادي من الانديه الموجودة في مصر فانا بشكرك على وطبعا احمد حجازي اللي هو برا لكن انا في مصر بيعجبني من المدافعين الاقوية اللي بعدوه موسيقى موسيقى عندي سؤال لكابتن حمادة بعد ايزنك معروف يعني ان الصعيدة بيلتزموا كلمتهم وعايز اعرف ليه ملتزمتوش بالعقود بتاع سموحة والانتاج والسودان كمام انا من اكثر من المداربين متزمين بالعقود اه لا سموحة انا متزم ما حصلش حاجة سموحة رئيس النادي اه هو اللي اخلني كويس الانتاج الحربي كان حصل مشكلة اه اه مش بتاعتي اصلا يعني فيه مشاكل وفيه ناجحات المشاكل دي طبيعي جدا طالما بتشتغل اكيد اه الانتاج اه اه اكلم مدرب اكلم احمد كشري او انا شغالي وما ينفعش خالص فانا مش هستني بقى الغاك ام متشكر انا قلت له متشكر اه ايه تاني بيقولك ما حققتش نجحات مع القندية اللي افضلت فيه مالك ينفذقت بالعقود بس هوم دول بس والسودان احنا شرحناها شرحنا السودان بالضبط اللي بعدوه بالنسبة لكابتن حماد صدقي طبعا انا عايزة اسأله سؤال ان هو كان بيدرب السودان وسبهم فهم برضو ردوا له الموقف تاني فيطرى هو سامحهم ولا لسه برضو زعلان معاهم انا جاوبت واجاوب تاني طبعا المرة الاولى الاتحاد الدولي فصل فيها لصالحي كويس يبقى هما لكانوا غلطانين طي اللي بعدوه هل خروجك من عباءة المنتخب هو سبب في عدم نجاحك كمدير فني في الفرق اللي انت ضربتها طبعا كلام مش مصبوط نجحت في 80% الفرق اللي اشتغلت معها نجحت فيها بشكل كويس جدا جدا طبيعا اي مدرب في مشواره في نجاحات واخفاقات والاخفاقات هي اللي بتجيب دي يجيبلك النجاح نعم فانا نجحت مع فرق كتير والحمد لله الحمد لله انت كم فرق دربتها وقعدت في الدرجة القولى ممتازة الجونة ودي دجلة دولات طموحي عضو سموحة حققتي بها الحمد لله يعتبر يعتبر انا اشايفه بطولة نجاح منت بالاهل والزمالك تطلع تاني دور وثاني كاس وصيف دور وصيف ومين الفرق اللي نزلت حدش نزل خاط مفيش حد نزل اللي بعدوه كابتن حمادة ازاي حضرتك انت وحيشنا كتير ليه مش بنشوفك كتير على القناة احنا عايزين نتطبن عليك وعايزين نعرف فين البنية من خريطة الاهلي من كرة القدر طريق ايه اوزاف انت فين من خريطة كرة القدر مفيش يمكن الموقف بتاع اخر حاجة بتاع الهلال دا يمكن وقتها ما هل دا اثر عليك اه طبعا اه يعني بشكل كبير وفي نفس الوقت الورود اللي بتجيلك بقى لا عايزة اقف شوية مش عايزة ايه مش عايزة اروح لحاجة اللي انا اشتغل يعني انت في اصطراحة مقاتل دلوقتي يعني زي يقول اصطراحة بس مش عادنا الطول بقى لا يعني بس مستني حاجة كويسة بيجيلي كتير والله ما انا عارب يعني جالي في المغرب جالي في الجزائر جالي في السعودية في السعودية بس انا يعني في مصر لا مفيش حاجات اوه فمش عايزة استعجل في حاجة وارجع عندما عندما معي طيب هو بيقول لك لا تتفهم من قناة النادي للاهلي اه انا موجود طحت امرهم في اي وقت انا اه ابقى موجود يعني وهو كابتن حمادة ان شاء الله يبقى موجود في قناة من اهلي معانا على طول ان شاء الله كابتن حمادة انا دا كان اخر سؤال بالنسبة للجماهير سئلة صعبة لا لذيذة حلوة لذيذة وحلوة طيب خلصنا من حق الجماهير انت جاوبت وهم كمان سألوا الفقرة اللي جاية عندنا تعال نشوف رأي الجمهور ايه في حمادة صدق وبعدها هنخش انتمين حكرا اشتركوا في القناة الضوط موسيقى انتم انتم لكم